الإفساد بين الزوجين اللي هو الفعل ده من أفضل الحاجات اللي بتفرح إبليس حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبع السرايابة فأدنهم منهم منزلة خلاص اللي أقربهم منه اللي قربوا منه أكتر واحد فتنة واحد يقول له ده أنا فعلت كازا خليته يسرق خليته يتن صناعة صناعة يقول له ما عملتش حاجة لكن يجي له واحد يقول له والله ما تركته اللي هو العبد الشيطان يقول له ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته فيبنيه منه يقربوا منه يقول له نعم أنت تعال ليه؟ لأنه خراب البيت وخراب الأسرة خراب المجتمع تضيع الأولاد خلاص بازت ما بقاش فيه منظومة حياة خلوا بالكوا كمان فيه ساعات كتيرة بيظهر المخبب ده بصورة الناصح المتعاطف بقى منقرب أنصحك وانا مش عارف مش شرط يقول مباشر على فكرة لا مش بيصرح بالكلام ده تلاقيه كده بيقى بيلمح من بعيد بقصد أو من غير قصد يعني ساعات يبقى كده وساعات ما أسربان صح وانت أحرار وانت حرة تعمليه تعمليه أو للزوج نفس الكلام مش التخبيب الكارسة مش عالزوجة بس ما هو كمان بيروح لخبوب الرجل على امراته يروح للزوجة وقول لها ايه؟ ده انت تستحق عيشها أفضل كده ايه القهر اللي انت فيه ده؟ ايه العيشة النيلة اللي انت فيها دي؟ انت لسه شابة وصغيرة هتدفني نفسك بالحياة ايه الجمع؟ شوف انت حلوة ازاي وجميلة وشوف انت واخد استقويه كلام صعب جدا شوفت فلانا عيشها ازاي؟ وشوفت بتلبس ايه؟ شوفت جزء عمل لها ايه؟ شوفت ايه وبتشتري ايه وبتخرج فين؟ وتبتدي الزوجة عين المسكينة تقارن بقى حالها وعيشتها بحال الاخرين وتتنغص على عيشتها خلاص تبدأ بها تطلب من زوجها فوق طاقته ولا غير طاقته او تقارن او تمقته بالكلام او كده فتبدأ الخلافات ويبدأ المشاكل وهنا التحريض والتخليل شوفوا كام مثلا يعني ام غير وعية بجد او اخت او اقارب بسبب كلامهم افسدوا حياة البنت دي وحياة الزوجة دي مع زوجها وشوف كام جارة مش كويسة خببت على جارتها بسبب كده وكانت سبب في طلاق جارتها وكام قريبة وكام صاحبة الله ما بيبقى الصديقة ولا بيبقوا صحاب دي بيبقوا اشرار في فعلهم سميهم الاشرار الاربع بسبب النصاح اللي بتقولها لها في التخبير فكتوب اسبب لهدم بيت الزوجة